اهلاً وسهلاً ومرحباً في عدد جديد من برنامج ميتا عدد غني بالمواضيع هنقش فيه أولاً صراع المقدمة دي البطولة الوطنية بين الويداد والجيش بعد إجراء مؤجلات انطورة 26 سيكون كذلك عندنا مرور بمقابلة الويداد مرة أخرى والأهلي المصري نهاية عصبة الأبطال الأفريقية يوم الأحد المقبل بالقاهرة ثم كذلك سنتحدث عن لائحة وليد القراجي المنتخب الوطني المغربي ومواضيع أخرى نقش دائماً مع أناس مرحبا بك مرحباً حمزة نتمنى أن تكون بصحة جيدة الله أحفظك وليد مرحبا مرحبا حمزة مرحبا أناس ومرحبا بالمتابعين دي المرة المجميطة مرحبا بهم بسرعة نمر الأول فقرة فقرة ديكسيد وكأول موضوع ناخدوها التغريدة دي الوينوين الجيش الملاكي يتصدر البطورة برسيد 57 نقطة الويداد يحتل المركز الثاني برسيد 56 نقطة قبل أربع جوالات من النهاية الصراع يحتدم على لقاب الدولي المغربي هذا الموسم الصفحة تطرح سؤال هل برأيكم سيفعلها العساكر أم أن ويداد الأمة سيحافظ على لقابه وليد شبالك في التساؤل شنو التوقع ديك مايمكن شوف مايمكن شو واحد مني كان قول التوقع كناخد معطيات الحالية دي البطورة كنش معطيات يا حمزة كين معطيات كين تغير مدرب عند الجيش كين مقابلة صعبة عند الجيش شوف معطيات كين معطيات كين معطيات تفضيلية الفارق على حساب أخر كل واحد عنده حويش شيء ما تبلي ولكن باش على ضوء ديك المعطيات اللي كينا دي لباش دقول أنه حاليا زماشي واحد في الفورق بجوج يعني حسم لقاب البطولة ومدار واحد الخطوة لا شوف كين حاليا بهذا الترتيب وبالتنباشي لا شوف أره ماشي أنا اللي ما بغيتش أره الكلاس مولي ما بغاش أره ملي كان دروع لها سبعة وخمسين ستة وخمسين كان ندروع لها مقابلت اللي بقى صعيبة عند الطرفين بجوج كان ندروع لها اللعبين مع الفورق اللعبين على المانتيا أره ممكن لك الشهدر حاليا دا با نسولك أنت يا حمزة شكو اللي كتتوقع أنا كنقول الويدات أنا قلت أعرف كين أنا أعطي لاش لا ما قلت تمنى ولا ما قلت توقع لا ما نحن ندروع سبعة لبخونوسك أنا كنقول ابني كنقولوا تسوقوا على حسب معطاية الحالية لأننا نقولوها نشان المقابلة للجيش مقابلة صعبة مقارسة عن الويدات ما ماشي بالضرورة واسمحني كتلعب تلعب تلعب مع الأجر ما كنقولش ماشي صعيبة ماشي بالضرورة لمقابلة الويدات أكثر سهولة حتى أولا حتى مليا لماذا قلت لك أنا لا يمكنك تباز على المعطاية كنت تلعب أمام فورق اللي لاعباش على شي حاجة شكو هاد الفورق بلا شي اللي كنقولك ما يمكنك الجيش غتختم أمام طانجة في طانجة فارق اللي كي لعب لا شكو ملي كنقولك ما يمكنك تباز على المعطاية حالية انت أولا ما ضامنش أن الدورة 30 طانجة غتكو لعب على المنتيها هادي أول حاجة التاني حاجة عندك اسفيلة ربحات الفتح الماتش الجاي قد تدخل في الكورس ديالتروازيام أن هذه المعطاية كاملة اللي كنت تحضرها لها حمزة معطاية مرحلية ديال الوقت الحالي ليش قد تبدل من الدورة 27 دكشي لش أنا كنقول سابق لأواني أنك تحضر على لا توقع ديال كون غي ياخد البطولة في واحد البطولة اللي بقي في أربعات الجوالات اللي غير من هنا الجوالة قد تبدل من المعطاية أناس قراءت كالسر المقدمة خلصة أن جوج الفورق بجوجون بالدول مدربين في آخر دورة ديال البطولة شفنا الجيش بالفيرسون ديال عم موتا أخي عم موتا رسمينه مشريف عام نحن كنعرفو شون كتاني مشريف عام في البطولة ثم مازفين اللي منتشي بتأهل النهائي واللي غير لعب النهائي ديال الاصباء في فنائة الاصباء وكيف ذكر شي في النقطة ديال أن الفراقي بجوج للويداد والجيش يالله مبدلين المدرب فاللمسة التقنية ديال المدربين بجوج فهذا المباريات القلالة اللي بقى ما غادش ما نسنوشي حاجة كبيرة واللي ممكن أنه يلعب واحد الضور كبير في هذه المباريات الأخيرة هو الجانب الدهني ديال الفراقي بجوج الجيش بعدما غادرات جميع المصابقات اللي كانت منافسة عليها بقاتلها البطولة بوحدها ممكن أن هذا واحد الجانب إيجابي اللي ممكن أنه يستغله عم موتا اللي كان غادي يقدر يكون مركزين على منافسة واحدة هذا ما نقول وعموتا سيركز بشكل أكبر البقالية غير البطولية يعني ذلك الشيء اللي يتصنع عارفه مزيان ليس عادة يحاول أنه يجري ديفيكتيف عنده مباريات بالزافة في وحد الوقت واجيز الفترة ديالتوقف تقدر تنفع عموتا باش يخدم كثير أو لا لا؟ صحيح صحيح يخدم براحته واللاعبين حتى وما بالخصوص أن هذه الفترة جاءت بعد الفوز الفتح وما الشيء مباشرة بعد الإقصاء من كأس العرب يعني اللعابة غادي يكونوا تسترجعوا الأنفس ديالهم بدوكي تيقوا فراسهم وغادي ساعدتش عموتا باش أنه يوصل للرسائل يلو اللاعبين بالمقابل الويداد من سوش بأنه نتجة دورة الأبطال الأفريقية ستكون مؤترة دهنيين على اللاعبين وحتى بدانيا حيث نعرف كيف ستصنع اللاعبين في مباراتين بجوج الويداد للحد الآن معزبين ما زال ما وصلتش لشي مستوى تقني اللي هو كبير وأمر متوقع كيف قلت لك في البداية الاحترال يا باس التدوينة الثانية هي صراحة المدرب الأهلي المصري بعد المقابلة أمام السيراميكا قال أنه غير راضي على أداء الفريق وقال أنه لو لعبت باتشكل أمام ويداد يوم الأحاد سيكون الأمر صعب بشكل كبير وليد كنت أقول له لا تريد أن تبيع العجل ولا تريد بالصح ويداد دخلها بأسان دومانطال نفسانيا على الأهلية خصوصا أنها تتصارت في آخر جنهائيات ما بين الفريقين بالنظر لأنها تصار في آخر جنهائيات كان واحدة مؤترة مهمة ويداد محيدة على تقدير أنها حامل اللقاب يمكن أن تكون حامل اللقاب يمكن أن أقول أنه إذا لم يكن قصر يعني لقدر الله الويداد لم يأخذ الشمبيون سليق هذا العام لا يكون شخص كبير عند الجمهور طب الآن الويداد لا جمهور الله فريقا لا يمكن أن أخذ الشمبيون سليق لا يمكن أن أخذ الشمبيون سليق بالنسبة لأمور صعيبة لأنه كان أعرف ماذا ترى في الفينال السنة التي فاتت وزياد على مئة بالغة وفي الأخير لم يأخذ الشمبيون سليق بصيفها سيأخذ الشمبيون سليق يمكن أن أخذ الشمبيون سليق يمكن أن أخذ الشمبيون سليق هذه الأدية التي نظن أنها ستكون صعبة للأهلي والشيء الثاني لا نقول أنها ستكون صعبة لأنها متجاوزة ولكن يمكن أن تكون البلوز في الميدان مقابلة القيام وكان أعرف أن النقطة مهمة وفارقة في قراءة إفريقية لا تتعلم أن تحسن الأمور ولكن يمكن أن تكون متياز النوعي هذا هو الضغط الثاني أما بالنسبة للماتشات الخرين التي لديهم في الموسى والمحلي فهذا لا نظن أنه معيار لأن هناك الكثير من اللاعبين التي تكون كثيراً مقابلة قرية كبيرة يمكن أن يدخلوا لكم كيف يمكن أن يكونوا في كل اللاعبين وليس لديهم في الفورما أعطيت الله على الشتيف الماتشات الخرين قبل كوب ديمون لا تقول ما كان ما كان كان كوب ديمون وليس لك ولكن غير كما أعطيته تصور لا واضحة الفكرة خصوصاً لعب الشمال الأفريقي أو اللعب الأفريقي كيف تكون المباراة الكبيرة والديربي والمواعيد الكبيرة نفس السؤالة أناس هذه القصة بالأهلي والويداد وماذا تستطيع أن ترخيب دائلال لا على المقابلة بعد ذلك في مصر لم تكن من المقابلة في الضرب أيضاً وماذا تستطيع أن تكون الفراقي بجوج واللوك يعرفوا كيف يتعاملوا مع الضرف المباراة ممكن في السابق كنا نقولوا بأن الأهلي من الأندية التي تعرفت أن تربح تجربة لها بواحد التفاصيل التي تكون صغيرة لا يمكن أن تكون مرتبطة بالجانب التقني اليوم نرى مع الويداد في هذا النسخ الأخير من دور الأبطال الأفريقية الفارق كيف يدبر المباراة والمثال الأخير هو اللقاء أمام سانداونز ضد الفارق الذي كان كل شيء يرشحه أنه ليس غير يسأهله الحساب الويداد وإنما يفوز عليه بنتيجة كبيرة وبيه الويداد أنه فارق الذي يعرف أنه يدوز المراحل واللحظات الضعف بلا مية مية يسمى بالحرفة كبيرك الويداد واللائبين يستغلوا اللحظات القوة لهم لكي لا يرجعوا في الماتشات ويحسموا الماتشات وهذه المباراة ستكون صعيبة بين الأهلي والويداد في هذه النقطة يجب أن يكون حريفية والأهلي ضد الراجعة في الدورة الأفريقية في الكارتفينال فارق صحيح لديه نقاط قوة كبيرة على مستوى وسط الميدان بالخصوص مروان عاطية ولكن يمكن تعطيلها لأن الراجعة كانت وقفاتها والويداد بلاعبين لديهم تجربة أكثر وبجودة أكثر خاصة على مستوى وسط الميدان كنظرون بأنه قادرين يوقفوا الأهلي ويحسمون اللقاء الصالح في اللقاء العودة ندوزوا بسرعة الموضوع الثالث لائحة وريد مقابلة الويد أمام الرأس الأخضر ثم المقابلة التي ستجمع بالمنتخب الوطني في جنوب أفريقيا أمام منتخب الوطني في جنوب أفريقيا من الإقصائيات كأس أفريقيا 2023 لائحة كانوا فيها لعبين عائدين المقابلة وعودوا بعد فترة الغياب مهمة ثم أسماء حضرة لأول مرة ثم هناك أسماء أبقى عليها النخيب الوطني رغم غياب تنفسية كذلك حالة حضور المالح يسمى له لغاب فترة طويلة مبدأ معك أناس أفريقيا في هذه المعطايا هل تذكرت؟ هناك أحد لائبي الذين كنا نسنوا العودة بحل طريقتي السجل السجل بعد العودة من الإصابة العائب نحن نحتاج البروفيل قادر أنه يدري ذلك شيء يتسنين من الحمد الله في المباريات السابقة والتي لا يستطيع ممكن بسبب تقدم في الصين أو المشاكل بدنية يعني سأعطي إضافة كبيرة الخطة لا يوجد لديك بروفيل كيف لا نرى مع الساير ومع البادئة أيضا العودة بالرغم من أن مجموعة من الناس لا يقنعهم كثيرا لديك الخيارات على مستوى الجهة اليوسرة خاصة على المستوى الدفاعي لعب قادر يعطي إضافة يعطي 3-5-2 يعطي في 4-4-2 إذا كان يبقى في لديفونس بالنسبة للإدريسي نظن هذا العام موسم جيد مع غريبة مع المنتخب ومع المنتخب بالإدريسي لا يعطيش نفس الشيء لكي أرى مع الفراقي ومشكلة شخصية لا يستطيع أن يفقدها داخل المنتخب أو دهني نتمنى وفد التجمع القادم بين صورة مغيرة على حالة المالحة لم أعرف ما نضع العائدين ونضع أول مرة لأن الحضور كان تقريباً لم يكن حضور يعني السيد جاء لم يلعب لا يعجبوا الحال لا يعرفوا من بعد كان هناك حديث مؤخراً سيكون بينه بالناخب الوطني اليوم هو جاء مهم أنس ما يستطيع أن يزيدنا مالح في نظرك بروفيل مهم ولكن هذا العام يجب أن تتنافسي بشكل كبير لا أفضل مع الفيرونتين لا لا أعطي شيء كثير ولا يعني ممكن أن في وسط الميدان الذي يقلب عليه الرجراجي الذي يطلع بزاف ويستطيع أن يضع ولكن نظن أن هذه الدعوان الذي يفرضها هو المساودي المالح وإنما الغيابات التي عدنا في وسط الميدان ثلاثة اللاعبين نظن أن هناك موالف العام الرجراجي لأناحي لسلم أملاح للخنص اللاعبين الموالفين لعبوا قدام رابط لم يكن وكان الرجراجي يجب أن يقلب على اللاعبين ويمكن أن ترى عن قرب في الدفاع لدينا حضور لأول مرة القندس والحضور الرغم من ملاحظات الجزء من الجمهور بسبب غياب تنفسي هذه الأشرف ضاري التي يزال يقفيها وليد ما زالت يقفيها ونظن أن الخيارات التي يأخذها بسبب كيف يفكر في المجموعة لكي يبقى ملتاع حمامي يمكن أن يبدل بزاف قندس لائب لي قدم موسم مميز مع سانجيلواز وصل معهم كنظن ربع النهائي اليوروباليغ لائب لي هو مزيان في كورة في رجليه يلعب مع سانجيلواز يلعب ثلاثة اللور ويلعب في ليمن يقدر يطلع بالكورة أيضا جيد على مستوقع رأة المسار في كورة يكون مدافع وستقرار في الأداء يعني يلعب مقابلات لا يلعب مقابلات قلت لك مزيان ذكرت لك غير هو يمكن أن نرى التونائيات يمكن أن يكون واحد ضد واحد يتقلاب لديه واحد نقص في الجانب الدفاعي نتمنى نتمنى يزيد التطور فيهم ونظن أن بالمجيئة سيقدر يجعل الرجال يفكر يقدر يبدل الطاكسيكي ويقدر يجرب وربما يكون الحضور ربما يكفي السلوب غياب ربما رياض لأن كان وليد أنا فهمت أن يمكن أن يكون حاضر مع اللائحة المتحدة من المتحدة المتحدة الضرب ومتحدة هذا كان مجد من عيسان المتخب الوطني ومتحدة المتحدة من المتحدة لتحرك المتحدة المتحدة من المتحدة المتحدة ومتحدة مهما ومتحدة في المقابلة المتحدة المتحدة الأخيرة ومتحدة مع بطياتهم خليهم يكونوا فضلكوا ومتحدة أراتك تحقق هذا لكن القديمة القديمة المجموعة اللي بدأت مع مدرب ومتحدة لا 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 لكن لعبة لأن كفكرة لا 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 أعلم أن لأن يقوم بحيث مع لأن يُنجح أن يجح في 3 4 لأن لا يستطيع لعبة من المجموعة لي كانت تجربة مع حسين أموتا حضرت لهم أننا لعبوا مقابلات يعني ليس غراب على الجروب طاكتيكياً نحن عارفنا وليد عيسام شرائي لم يكن لديهم وقت بزاف وربما ما زال يجب أن يخدم على هذا الشي حويج نحن نتمنى أن تصدق ممكن لك هذا الفورميل كحل ترقية أو شيء حاجة ما عارفت غير هي الفكرة ما عارفت أن هذا الفكرة لديل واحد اللعب يمشي يلعب فيه في المنتخب وكترجع إلى المنتخب أنا كنت أرى أن تدخل بأن يبني من قناعة تقنية وفي باريزة نحتاج إلى العبين المنتخب الأول وإن ثلاثة تسمية ضرورة وإن أظن تقنية الأولى لا، هذا هو أخرى لكي تدخل الإنسان ولكن لديك أصلاً لديك مجموعة كنت من أن عندما توقف القناعة لديك ثلاثة أو أربعة تسمية لديك عدد كبير للعبين وما كانوا في المنتخب الأول أنا كنت أظن أن يكون العمراوي سيكون لأننا لدينا موقف في اللاتيغو في الأظهارة كنت أظن أن ربما كنت أظن أن لدينا مشكلة في الدفاع كبير ربما خاصة سندلو نزل بشكل على السن الأولمبي كنت أظن أن بنجاما بوشواري الخنوس ومثل ومن المثل كان يمت كيشة ولكن كان يصاب لأسف وكان يمكن أن أن يكون فانا لدينا مجموعة لأنهم يمتلك في الأظهارة في المحتاجين للاعبين وقاما بك وليد المنتخب الوطني القرات القدم لقصار القامة توجد من النسخة الأولى الكاس أفرو أسيائيوية لتنظمات في المغرب مجموعة التعليق خصوصا أن أغطيت الحادث هذا المنتخب يعني المجهود للناس بتضحياتهم وربما يجب أن يدعم أكثر أول شيء قبل من المسألة الدعم أعطي شكر خاص للناس لأن حضور جماهري كبير والشيء يكس الحب للمدينة لأي حاجة يفقع يعني أنا أدرك شفاء الكبير بكرة القدم ليس صغيرة يعني لا تشوف شيء مدينة أخرى يمكن في المغرب الحوض دور كذلك دي سيشام تكيك اللي جاق وجفوح الضرف اللي صحية صحية لأن كان يلا يمكن سيمانة أو العشريا باش عملية جراحية شفاء عاجل الوليدات تقدموه متشاة كبار متعو الجمهور مع الجمهور الطوال ذاك الأسبوع اللي كان تشفين الكسف رأسيوية ما كينش دعم بمجهودة داتية اللي دي الطاقة اللي معاهم قيادة عصام معاهم عصام معاهم راشيد فيلالي معاهم إخوان كاملين كان واحد دعم لغسنا ضروري نذكره لأن أخصت تذكر أن المنتخب الوطني القيصر قم ما تابع لجمع الملكي الكرة القادم ومع ذلك باش كان المنتخب الوطني ضيف شرف دير كوبا أمريكا يعني قصدو فوزي القجاع رئيس الجامعة ووفر لهم مسائل ديال طيارة ديال الوطني أرغم أنه بين قوصين القانونيين ما تابعينش ما تابعينش وهذا مشكل في حداتهم أنا استطاتيو ديالهم واضحة ما تابعينش الجامعة معينة كانت من أن تكون معرفة تلقى شي حل لأنه يكونوا تابعين الجامعة لكي على الأقل يكون غير ذلك الدعم ديال 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 منذكروا عنهم غير بوكاس العالم في الأرجنسين هذي رسالة كان نجدوا أنهم مسؤولين سواء ديال 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 أو الوزارة أو الوزارة الأقل كنظن أنه لما كانش واحد الحل لأنه لا يشتبع الجامعة الأقل الوزارة كنظن أنه ممكن تحلد المشكلة وعندها يمكن شرعية القانونية وخصوصا سبارك الله اليوم عندهم واحد الحب الكرات القادم والمنافسة أنا كيبهروني لأنه كيفش أنهم ينسقوا ويطلقوا ويضروا مع منتخبات أخرى ويعني من ناحية التنظيم كيف تطلب تحيى السنظار ويطلوا لأنه السبوغا لأنه كانت المنطقة وكانت أن نظن ويجب أنه المنطقة الأفريقية والشرق الأوسط ويقصد أن أعرف الأشياء لم يكن الله فقط على هذه السنظارة لأنني الحضرت مع المنافسة وكانت لديهم في شهر خمسة ويجب أن أرسمنا المنطقة التي يجب إلى الوقت لأنهم يتعبون لأنهم أجلهم من ساعة ومن ساعة لأنهم كانوا أجلهم لأنهم أجلهم لأنهم لكن لديهم هدف معي ويقوموا باستخدام مباشرة لتخوض المتخاب ومشي الأممار ونزيلون ان شاء الله بسرعة فقرة ضطا أناس الفقرة ضطا لقرير صحابي كل جديد أعطيتُ تقول لي أصفرك حالي، لكن عائره ولا شيء عاجل لا، هل كانت شيئاً صعباً؟ كيف ترون هذه الحصائيات الهدافين على مرة المواصم الخامسة الماضية وفي بداية.. لم يكن هناك مصعوي أصلاً لكن في 2018-2013 كانت كوفي بوو الذي كان مستجل لـ 15 هداف نبقى بعد هذا المواصم الذي نرى أن الحصائلة تهديفية قليلة كانت كثيراً، بولي جينيور الذي أريد أن تصدر على 12 هداف فتروني في واحد المواصم داع ومارحة السيم، كيف تشعر 10 هداف؟ كان حمزة النوري الذي لديه 10 هداف حصيلها ضعيفة كثيراً وكيف يبدو أنه صعيب أن نجده غير الرقم بعدد المواصم الذي كانت فيه كان ينزع سالها بـ 16 هداف فما بالك أن الأرقام التي نوصل لها للا باكورجو وياجور 2018-2019 ومن سجلو 19 هداف والذي غريب في هذا المواصم كان نرى جوجة المدافعين جوجة المدافعين في هذا المواصم كانوا في الأفضل 7 هدافين كانوا ديني بورغيس هو ثالث أفضل هداف رأس حرباً علماً أن أغلب أهدافه ليس ضربات جزاء تسعود الأهداف يقف جيداً في ديزمين في حين ضيو نهضة بركان مسجلت من يدي الأهداف ورابع أفضل هداف غير وعنده خمسة ديزمين ضربات جزاء اللي عاونوا بشي طلع في ترتيب كيف هو المنفيد الأول عندهم؟ هو المنفيد الأول وهذه الحالة موقعات شفاء المواصم الخمسة اللي دازو كاملين من غير مواصم واحد ديال 2018-2020 اللي كان فيه محمد عزيز نهضة بركان اللي دبفت وارقه داكو داكو وهم المدافعين يوصلوا لعش رخص المهاجمين يعيدون نظر فرصهم لا وراء مشكلة لأننا نظروا العقم الهجومي ذو المشكلة للمهاجمين اللي عنا في المغرب في هذه السنوات كان مشكلة سنبو كذلك حيث تصاب كان غير مقابلات من بعد كان واحد صنبو وحالة خاصة من بعد كان واحد المعطاة اللي ممكن تنغفلوه أنا معرفش ماذا لاحظة القديول اللي في السنوات اللي خرب وملوا اللاء والمدافعين Quality صحح م هذا مشي حالة سيت لا عنا ما كان تكلمو على حالة سيت نائية كنتكلمو مثلا عن الباز كيمشي اللي بالك مغرب كنتكلموس على بورغيز وصوابيم الجيش كيمشوتا هومان اللي بالك مغرب كانتكلمو في الويداد كانتكلمو على على فرحان ظولا كيدخلوا في زافتا هما كانتكلمو في الراجع على حركاز كيمشيتا هو كمشيتها هو الكواري يعني أننا ما كانت روش على واحد ربما ولا معيارة المدافع نحن سكون كاتماركي ولكن كيف ذكروا وريد هذا الشيء يعني بأن المواجمين خصوهم يزيدون الخدمات لا ممكن أنا ما كانت تفلوش غير كين قولوا المسألة المدافعين كنظن أن ما شي صدفة هم جاهدوا غير هو ما زال ملاحية والمدافعين ممكن كيستفدون واحد قادي أننا كتجمعهم هاد المدافعين اللي هترجى أننا كتجمعهم هاد المدافعين طول كين طول من بعد كيختمو اللي بغلا يريان طول كيعون يعني محلو واحد المواطن اللي يزيد واضح كين واحد ملاحظة أكثر أنا كنشوف ليشي فقد ملاحظة ربما درت أقبل ولكن جاءت الفرصة وش نظر عليها وأنه حتى مني كان يشوفوا أنه في الموسم السابقة هو حضور قوي مقابل غياب المهاجمين المحليين يعني مني كتجي كتشوف هذا الموسم هذا سامبو الموسم اللي يداز كتلقى ماية وكتلقى قبل منه دياكيتا ولكن في المقدمة كين بنزا وترجع الموسم من قبل بون الكعبي ولكن جوز دغير كين مالونغو وتمشي على الموسم الأخرى كذلك سيتلقى كذلك كوفي بواء لابا وثم يزور يعني ويزور اللي في الأخير دي المسيرة ديره كنمازار كيسجل يعني رأينا مشكلة دي العقم في الإنتاج دي المالجمين لا ولكن لا يمكننا شوف من الجانب السربي قد شوف من الجانب واحد آخر وتقول مزيان أنه يكون واحد اللاعبين اللي يمشي محليين ويجوك يعطونا إضافة يعني المشكل تريدك اجريين تحديف واحد اللاعب اللي يمشي يلعب محلي يمكنني أن يكون حسن من هادك واحد اللي عندك طاف ونجد فرق في البطولة غلق مهاجم مغربي ونجد الله ليس دياله الدفين اللقاء مغاربة أنا بنسبة لي هذا هو المشكل بنسبة لي أنني نلقى نعم قراءة حسارة كما قلت لعبين لهذا لعبين اللقاء مغاربة نلقهم في الترشيب دياله الدفين بنسبة لي إيش عاجة مزيانة وإيش عاجة كتبين أنك نستمر في واحد اللعاب كيعطني واحدة إضافة واضح واضح شكرا أناس أرقام قيمة ونمر بسرعة الآخر فقرة فقرة لعب عليهم السؤال الأول غمده بالسهر أسئلة سهلة كنت تكلموا على أفضل هداف مغربي في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد انصاري أستاذ هداف يوسف انصاري وهو في صدارة الهدافين المغربة مناصفة مع مروان ولكن في موسم واحد يوسف انصاري اللغز الثاني أول مغربي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا حجري حجري سبقنا سبقنا بيز في بنفيكا موسم 1988 مراهع كان في ورقات المقابلة مهدي بنعاطية ولكن لا لا شارك ولكن كي تحسب له من أول واحد والسول لعب الفينا عندما ندار شي موسم مع كابرات عاد مشاية كذلك رضوان عاد مشاية ولا قبل ما يجي كابرات صراحة اللغز الثالث موسيقى كان الغلط جيدًا أن كل شيء يستخدم العربي ولكن المتعرف guard Coke موسيقى الليتزيل لكي كانوا المغربة كيف؟ سوف يذهب إلى إيشبيليا سوف يلعب فيها موسم هو أول مغربة في إيشبيليا سوف يغادر الفريق بسبب الحرب الأهلية التي كانت في إسبانيا سوف يذهب إلى فرنسا وبالطبط في فريق لانس التي ترى هنا في الصورة المرحوم بيطنا لأنه كان لديه كرش صغيرة مزيني لعب في الماضي التاريخي مغرب مغرب طانجا ومن بعد تجربة احترافية سوف يذهب إلى إيشبيليا سوف يذهب إلى إيشبيليا مغرب طانجا هذا هو أول لعب وكان لديه عربي مبارك مرحوم عربي مبارك في حوارته وقالوا في الفرنسا وجدت ثلاثة المغربة منهم عبد السلام شكرا إلى اللقاء نشكر طاقم التقني الذي يصهر على البرنامج نشكركم على حسن المتابعة شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة رائع اشتركوا في القناة encias شكرا